اللي حصل مش جديد بل يمكن اقول ان احنا متعودين عليه لكن هل ممكن المراضي بجد يبقى فيه دروس مستفادة هل ممكن المراضي ان احنا نفكر برا الصندوق هل ممكن مراضي ان احنا ناخد طريق مختلف عن كل الطرق اللي مش هتهالنا او مشينا فيها مع الادارات المختلفة لكرت القدم المصرية ده سؤال ما اعتقدش ان انا املك الاجابة عليه وما اعتقدش كمان انه ضيفي الكابت الكبير النجم الكبير اشرف ممضوح ياملك الاجابة عليه لكن تعالوا نقيم كده ونشوف ايه اللي ممكن تكون العبر او الدروس اللي نقدر نبني عليها مستقبل افضل لكرت القدم المصرية فيما هو قادم من احداث مساء خيري اشرف وهارد لك طبعا الخروج خاصي جدا يعني انا عنديش منع في الخروج لكن الخروج لما يكون انك انت عامل اللي عليك القاب كتير جدا بتخسرها مصر او بيخسرها النادي الاهلي ببقى احاسس انه ليس في الامكان افضل مما كان لكن المرة دي كان فيه قصوة شوية في خروج منتخب مصر من طولة افريقيا صحيح يعني مساء الخير طبعا يا احمد وسعيد بجودي معاك يعني خليني الاول اعزي نفسي وكل جماهير الكرة في مصر وفيه طبعا وفاة الاستاذ العنبي فاروق رحمة الله عليه يعني صديق عزيز جدا يعني واحد من القلائل المحترمين اللي ربنا اداهم حب الناس زي ساك بتقولك فيه حالة اجماع غير طبيعي مش بس جوال اهلي يعني الراجل ده الحقيقة كان مقربتش منه قوي قابلته في مناسبات قليلة بس يعني انت بتقدر تلمس او لا بتقدر تقيم طبعا بتقدر تلمس انه قد ايه الراجل طبعا اللي بره النادي الاهلي او بره عائلة النادي الاهلي مش جماهيريا بيكلم اصلة النادي الاهلي يعرف قد ايه الراجل ده محبوب ومحل تقدير واحترام الجميع بيبقى فيه اوقات منافسات بيبقى فيه شوية خلافات لكن الكل الحقيقة بيجمع على حبه وعلى شخصته وعلى تقديره طبعا يعني رحمة الله عليه ونعزي انفسنا يعني مش زي شام العمري لكن كلنا الحقيقة حزان عليه وكيان الاهلي كله في افتح قيمة كبيرة جدا طبعا يعني رحمة الله عليه واسكنه فسيح جناته يا رب اللهم يعني الحقيقة كلام مهم جدا اللي بتكلم فيه يا احمد لانه احنا عنده كل اخفاق بيبقى عندنا مشكلة كبيرة جدا بيبقى عندنا مشكلة المسكنات اللي دايما هي بتأخرنا الوراء ما بتجبناش خطوة لقدام ابدا يعني احنا من 2010 لغاية النهاردة تقريبا 14 سنة نفيش اي خطوة تقدمناها لقدام في اي مجال في كرة القدم سواء على مستوى قطعات النشئين او المنتخب الولمبي او الشباب او طبعا على مستوى منتخب مصر الاول في اي شيء والحقيقة ان كل اخفاق بيودينا لفكرة مين يرحل من يرحل اتحاد الكرية يرحل طب المدير الفني هو هو اللي يرحل طب المشكلة او العباء من boast Oder الجمهور هو اللي يرحل يعني المشكلة المشكلة في شماعة طبعا انا حاسس الناس اننا انا رئيس الاتحاد الكرية طبعا ينفع كده ينفع كده ليه كده يعني ناس زعلانة جدا الناس في غضب جماهيري غير طبيعي يعني الناس كانت متخيلة ان فعلا وده حقيقي يعني خلانا متفقين جميعا واعتقد الجمهور المصر متفق معنا ان عندنا مجموعة من اللاعبين تستحق انها يعني توصل لابعد من كده في البطولة انا قبل البطولة ما تبدأ هنا في نفس على نفس الكرسي ده في نفس المكان ده قلت ان انا برشح منتخب مصر لتحقيق اللقم لأسباب كتيرة جدا مش حبا ولا انتمعا بس لبلدي لكن انا بشوف انه الجيل ده واصل لدرجة انه يقدر نقارنه بجيل السلسية ان لم يكن انا قاسف يعني تختلف وتتفق معي ممكن يكون رقميا افضل اذا كنت بتقارن لعيبة محليين عندك لعيبة النادي الاهلي محققة انجازات افضل من جيل 2010 اذا كنت بتكلم على لعيبة محترفين عندنا لعيبة محترفين على مستوى القيمة وعلى مستوى التنفسية وعلى مستوى اسماء الاندية وعلى مستوى الارقام افضل من جيل 2010 ورغم كده المتفق معك تماما تماما لكن انت برضو لازم تقف ودايما عنده كل اخفاق هنا للأسف الشديد فيه موقف كتيرة جدا لمنتخب مصر يعني كنت انا وانت في حلقات كتيرة مع بعض وتكلمنا انه لازم نبتدي طريق الاصلاح احنا ما عندناش مشروع نشتغل عليه ودين مشكلة احنا بس دايما بنحط شماعات واسباب وهمية ومسكنات تمشي بيها المرحلة دي اللي هو رحيل المدير الفني رحيل اتحاد الكورة هندور مين عمل عقد ايه علشان الغرامة للمدير الفني الاسباب الوهية اللي دايما بتديلك بتعملك مشاكل بعد كده في طريق الاصلاح انت بتعملش حاجة انت ما بتاخدش خطوة انت بتدي مسكنات انت بتحدي الناس وده انت بتشغيل حد الفطور احمد انت بقى لك سنين بتتكلم مظبوط بقى لك سنين وانا وغيرنا كتير جدا بيتكلم في يا جماعة نبتدي نبتدي نعمل مشروع لمنتخبات مصر على الاقل بعيدا عن الاندية عشان نقدر يبقى عندنا منتخبات قوية خلي بالك للتحدي بعيدا عن الاسماء اللي موجودة فيه خلينا نقول انه فشل بكل معاني الكلمة يعني انت على مستوى منتخبات الشباب على مستوى منتخب اللي هو 2016 على منتخب الوليمبي على منتخب مصر كله فشل في التهايه اللي هم افريقيا والوصول للمنصات التتويق فانت فشلت في كل الاعمار السنية وصولا للمنتخب القووي الوليمبي بس وصيف افريقيا ووصل لهاي لعب اولمبياد باريس يعني ده الانجاز الوحيد مؤخرا وده مؤخرا ومش عايز اقول انه عن طريق الصدفة مش عن طريق تخطيط او مشروع انت عملته فبقى عندك منتخب قوي احنا دايما بنكلم عن منتخب الوليمبي انه منتخب جيد وممكن بانواة جيدة لمنتخب القوي طيب يعني بسمعك من شوية كنت بتتكلم على نموذج لمنتخب مصر لكرة اليد طبعا حاجة مشرفة جدا جدا لانه بيشتغل بفكر وادارة جيدة بتقدر تخطط لسنوات عشان تقدر تصل لي منصات التتويج وتكون دايما موجودة مش بس بتاخد بطولة وخلاص بتحققها ومش بس جيل اجيال انجاز ويجيال اللي بعده تلاقي الدنيا قصة وانتهت الاستقرار ده خد دقيقة الكاملة على لعبها ما هي الشعبية وما هي الشعبية وما هي الشعبية وما فيهاش لا مردود الشهرة ولا النجاح ولا المقابل المادي طبعا اللي بيحققه مثلا اللي عايبت الكرة في فص صحيح ومع ذلك ماشيين هو ده هو ده انت بتخطط بتدرس علم الادارة يعني حاجة في كرة القدم هو اللي بيحقق دايما النجاحات والاستمرار في النجاح ده زي ما يكلم عن منظومة النادي الاهلي وده مقارنة مش عايز الناس تزعل منها لكن انت عندك نموذج نجح نموذج نجح فيه ازاي تخطط يبقى عندك مشروع يبقى عندك علم في الادارة بتدرس ده علشان تقدر تخطط لمستقبل فريق النادي الاهلي عشان تفضل موجود في منصات التتويق باستمرار وإلا هتبقى بتحقق بطولة وبتخسر عشرة صحيح مزبوط طيب لازم نبص مع مع طبعا مشروع منتخب مصر لكرة اليد للمنتخبات أو البلاد اللي احنا شفناها الفترة الأخيرة نجحت ازاي وصلت وابتدت تعلى عننا بمراحل في تطوير كرة القدم زي منتخب زي الاتحاد المغربي زي الاتحاد السنغالي شايف مورتانيا وجامبيا بركينا فاسور كونغو كل المنتخبات دي ابتدت كابفيردي كابفيردي مالي منتخبات ابتدت تفرق عننا فنيا وابتدت يبعا عن ده وكنغو على فكرة وكنغو طبعا منتخب مخترم جد طبعا منتخب قوي وكان فيين الكنغو ده من سنين يعني بعيد جدا لكن خليني أخد نموذجين يعني هتكلم على الاتحاد السنغالي وهتكلم عن الاتحاد المغربي لأن ده واضح جدا والاتنين قيادة وطنية القيادة وطنية يعني مدير فني وليد ريكراكي في المغرب وأليوسي السيف أنا عايز أكلمك على مثلا الاتحاد السنغالي أنا فاجئني أشوف علشان توصل لازم تدرس وتذاكر يعني أنا قبل ما جيلك هنا أنا بذاكر بقرأ وبشوف وبتابع لأنك لازم تعرف أنت وصلت فين وتقف وبعدين تشوف مستقبلك فين مشروع إزاي عشان تقدر تكمل عشان تقدر توصل لأفضل مكان طيب الاتحاد السنغالي عمل إيه من 2009 مثلا تقريبا أو 2010 مناسبة فقط اللي ما عرفش قالينا هايلايت حاجة بس أشرة يعني أوقي الدوق على حاجة منتخب السنغال أول مرة يفوز ببطولة أفريقيا هي النسخة الأخيرة اللي في الكاميرا صحيح ورغم أنه و أنا هقولك ليه رغم أنه لا أنا عايز أقولك أنه السنغال طوله عمرها عندها العيبة على العالم مستوى صحيح وبيلعبوا في فأندية كبيرة جدا في أوروبا صحيح وبيوصلوا كأس العالم وبيعملوا نتايا كويسة جدا منتخب طول عمره يعني منتخب قوي صحيح لكن أول لقب يحققوه هو السنة اللي فاتت تحت أو النسخ اللي فاتت 21 وفيه فتاة عشرين كمان منتخب الشباب اللي حصل على البطولة هنا في مصر منتخب الأول